دعونا نفترض على افتراب تجدين 10 ألاف دولار في الشهر هذا الراتب عالي بلا شك أكيد لكن إذا قلنا أن على الأقل وسط زملائك في العمل هل ستشعرين بالسعادة؟ يعني مفروض وأكون شاكري يعني إذا هيك بصير على كل حال ممكن تكون ضمن أعلى أو أنت كشخص ضمن أعلى الأشخاص أو أعلى 1% من أصحاب الدخل في بلادك لكن على الأغلب أنت ستقارن نفسك بدائرتك المحيطة بك فقط وبالتالي قد تشعر بعدم الرضا إذا وجدت أنك لا تجني مثل المقربين هو نقاش دائر بين الأكاديميين وباحث علم السلوك أجرى عليها الباحثون أكثر من دراسة والنتيجة واحدة معظمنا غير راض عن راتبه حتى أصحاب الأجور الكبيرة على كل حال التفسير شائع أن راتبك يزيد فتزيد حجم مصروفاتك ساعيا وراء معيشة أكثر رفاهية على كل حال حديثنا اليوم ليس عن زيادة الرواتب لماذا؟ أتمنى يعني ولكن حول طريقة تقسيم هذا الراتب وإدارة الراتب الشهري بالشكل الأمثل ليكون كافي على الأقل يمشينا لتاريخ 29 اللي هم معاش موعد معاش الراتب هذه المشكلة أنه تعيش شهر بشهره مش المفروض يكون هكذا مش طريقة للحياة يعني إذن نرحب بضيفنا في الستوديو أحمد سند المهندس وصانع المحتوى الاقتصادي صباح الخير صباح الخير صباح الخير ما عاش لأنه ما عاش صحيح صحيح خمساو عشرين عشرين ثمانتعش بالشهر خالص الراتب كيف نقسم هذا الراتب حتى لو كان مبلغا كبيرا؟ والحقيقة زي ما قلنا الفترة اللي فاتت دي خصوصا مع تضخم زيادة الأسعار اللي كلنا شايفينها كل حد بيحس أن في خلال شهر أو أقل من شهر الراتب بتاعه بنخفض فلو فضلنا بالشكل ده تقريبا الراتب بتاعه ينعدم بعد فترة وخصوصا في دول العربية أو حتى في أمريكا وفي أوروبا فالحل بداية أن نعكس العمل أن نعيش أن نصرف الفلوس وما يتبقى منها ممكن نخليه سيفينجز أو نحوشه لو عكسنا المفهوم بتاعنا أن نحن أول ما يبقى الراتب يدخل لنا أن نحدد بالضبط أي المبلغ اللي نستقطعه شهريا قبل أن نرى أي مصرفات أن هذا الحد الأدنى اللي نحن نحطه على جمل مبلغ كل شهر نستقطعه من الراتب بتاعنا ونحطه على جمل راتبنا عشر تالاف دولار قديش بالمية؟ بتختلف على حسب كل فئة على حسب كل دخل شهري وعلى حسب أن أنت تستقطعه والنفترض أن أنت تستقطع عشر في المية من دخلك الشهري دلوقتي وتحطه على جنب وتبدأ بعدها تحسب مصروفاتك هتلاقي أكيد خصوصا للناس لك بتستند في كل مرتبها أن في حاجات مضطر لأنه يستغنع عنها وفي الغالب الحاجات دي ممكن ما تكونش أساسية يعني أنت مثلا من المدخنين ممكن يقدر يقلل من استهلاكه للتدخين مع أن أسعارها بتزيد دلوقتي وبتأكل أكتر من اللازم من الراتب الشهري ممكن يلاقي بعض المصروفات اللي كان بيعملها ما كانتش أساسية أو ضرورية هتيجي على حساب العشر في المية دي فمجرد أن أنت شهر في التالي بدأت تجمع العشر في المية هتعمل بعدها حاجة اسمها كلنا شوفنا بعد الكورونا في ناس فجأة اللي هو حساب للطوارئ حساب للطوارئ أنه قدر الله حد تعب محتاج علاج حد فقد وظيفته فجأة بقرار من الشركة يعمله تسريح للعمالة يبقى معها مبلغ يكفي أنه يقدر يعيش لمدة ست شهور على الأقل فبعد ما عمل حساب الطوارئ الست شهور يعني هو حط عشر في المية يبتلي يحسب يصرف كام في الشهر هيعقب كام شهر يعمل يحطه معاه يبقى هو ده مبلغ بتاعه بعد ما اكتمل المبلغ ده يبدأ يفكر في مفهوم الاستثمار لأن مفهوم الاستثمار دلوقتي بدأ يزداد شعبية وبدأت الناس تفكر فيه أكتر بس في بعض الأحيان الناس بتعمله بشكل غير محسوب ممكن يدخل بكل الفلوس المعاه بدون علم بدون خبرة بدون أي حاجة ويخسر كل المبلغ اللي هو دخله فبداية عملت الامرجانس فوند أو الحساب اللي انت بتحطه للطوارئ بعدها هنفكر فيه الاستثمار الاستثمار بيختلف طبعا على حسب مرحلتك العمرية وحسب هدفك من الاستثمار طب إحنا لسه ما أكلناش مشربناش ما دفعناش مصروف أجار البيت من استثمار قبل كل هدو الأساسيات دي كده كده بتخرج من السالري بتاعك أو من مرتبك بناء على السواب يعني انت ساكن في مكان معين عارف الإيجار الشهري بتاعك بتدفعه قد إيه بتبتل يتحدد بتسكن بكام في المئة من دخلك بالتعليم وهو جزء مهم جدا ويكاد يكون من الأهم للتعليم الأولاد أو تعليم وديفلوب انت تعملها في نفسك وتطوير نفسك تعمله نسبة شهرية أو نسبة سنوية على حسب انت بتخطط لي ازاي والترفيه لان مهم جدا ان انت تتم بجانب الترفيه ما يبقاش ان انت كل حاجة بس بتصرفها في الأساسيات أكيد حتى لو نسبة ضئيلة كل شهر وانت تطور في نفسك دي نقطة مهمة جدا لان هي اللي هكون سبب أصلا ان دخلك يزداد يعني هي زي البيضة ولا فرقة احنا هنزود الدخل بتاعي ازاي وانا مش بزوج من مهاراتي ومش بطورها لو انت ما تطورتش من مهاراتك تفضل زي ما انت ولو ما تغيرتش هتتغير يعني لو ما تغيرتش نفسك انت هتتغير من شغلانتك وهيجيبه حد غيرك على طول فدي نقطة مهمة جدا ان انت ازاي تحدد بعد ما عملت السيفينج بتاعتك او المبلغ اللي انت هتعمله للحساب الطوارئ تحدد بعد كده المصرفات الأساسية التعليم وغيره وبعدها هتبدأ تفكر في مفهوم الاستثمار لان انت عمرك ما هتبقى غاني زي ما بيقول الا انت تنمي فلوسك تنمي فلوسك عن طريق مبدأ الكمباوندينج او مبدأ تراكم الأرباح وتراكم الفلوس على بعضها جميل طيب قلت عشرة بالمية هذا للإمرجنسي فاند او للحساب الطوارئ صحيح بعد ما نشيل كل المصرفات الأساسية اللي احنا مضطرين قدي المفروض نصرف على مثلا جزء من راتبنا يروح لأجار البيت قديش المفروض برضو نسبة للأكل والشرب وبالتالي قدي مفروض يتبقى معنا لحتى قدي نسبة الاستثمار يكون من هذا الراتب يقدر تسكن بسبعين ألف سنويا وتقدر تسكن بأربعين صحيح دي نقطة مهمة جدا بكلمتين هم حاجة ما حد بش عايش نفسه في مستوى ما يقدرش الساستين ويقدر يكمل به لانه لو دخل نفسه في مستوى ما يقدرش انه يصرف بعد كده على كماليات ورفيهات اللي هو عايش نفسه فيها شكرا جزيلا أشكرك جزيلا شكر أحمد سند مهندس وصانع محتوى اقتصادي كان معنا في الستوديو نحن بحاجة إلى جلسة حتى ندرس ميزانيتي لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات